الله عز وجل يقول في كتابه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يبقى خد بال حضرتك لا تتكبر بطاعتك ودي نعمة أخرى من الله عز وجل إنه لما ربنا يرزقك الطاعة ما تعودش بقى تتكبر على العصاء وأنا الذي أصلي المرأة تقول أنا التي أرتدي الحجاب أما غيري فهم كذا نعم الطاعة طاعة والمعصية معصية الحجاب فريضة والتبرج معصية لكن يا من من الله تعالى عليك بالستري هذه نعمة أصلا من الله عز وجل عليك فلا تتكبر بها على خلق الله عز وجل ولكن المؤمن ينظر إلى الناس بعين الرحمة وينظر إلى العصاء ليس على أنهم مجرمون ولكن ينظر على أنهم مرضى يحتاجون إلى الشفقة يحتاجون إلى العون يحتاجون إلى الدعاء لله عز وجل أن يهديهم ودائما المسلم إذا من الله عليه بالطاعة وصلى ركعتين واستجاب لله عز وجل ومشى في طريق التمسك بالدين والالتزام يتذكر قوله تعالى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ممكن تكون واحد من هؤلاء المقصرين في حق الله عز وجل لكن الله عز وجل امتن عليك بنعمة الهدي ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فليعلم أن نعمة التوفيق للطاعة هي من الله عز وجل والتوفيق هو أن لا يكي لك إلى نفسك وإنما يحول بينك وبين نفسك الأمار بالسوء ويعينك على الطاعة والخزلان أن يكي لك لنفسك وأن يتركك لنفسك ولذلك نعمة التوفيق للطاعة من أعظم النعم لله سبحانه تعالى أو من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على الإنسان يكفي أن نعمة الطاعة هذه تدلنا وترشيدنا يعني على محبة الله عز وجل للإنسان من حكم ابن عطاء الله كذلك كان يقول إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك يعني في بعض الناس يقول لك أنا إزاي أعرف إذا كان ربنا رضي عني ولا ربنا غضبان علي فيقول لك دي لعلامة إذا وفقك لطاعته فاعلم أنها علامة رضا وعلامة محبة ممكن الإنسان في الدنيا الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ليست علامة محبة يعني ممكن يكرم إنسان ويوسع عليه جدا 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 لكنه في حالة اختبار إن شكر فهو من الذين أنعم الله عليهم إن استخدم النعم فيما يغضب المنعم فهو من الذين سخط الله عليهم لكن لم ربنا يرزق الإنسان الطاعة فهذه علامة محبة من الله سبحانه وتعالى فليتمسك بها وليحرص عليها